الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمسلين أما بعد فهذا لقاء متجدد نلتقي معكم فيه رغبة في الأجل الأخروي وأملا في رضا الله فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع كنا فيما مضى أخذنا دروسا تتعلق بأحكام الصلاة ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نواصل في ذلك ونبدأها بالكلام عن تحية المسجد الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ولا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا الحديث المتفق عليه يتحدث عن تحية المسجد وعن شيء من أحكامها فأول ذلك أن التحية مختصة بالموطن الذي أوقف ليكون مسجدا ولذا قال إذا دخل أحدكم المسجد والمسجد هنا معرفة بأل العهدية وبالتالي تعود على المسجد المعهود شرعا وليس المراد به كل بقعة صالحة لأن يسجد فيها وقوله هنا فليركع فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الأمر بهتين الركعتين وهذا الحديث يتحدث عن تحية المسجد وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في حكمها فذهب طائفة من أهل الظاهر إلى أنها من الواجبات سدل على ذلك بشيئين أولهما أنه قال هنا في الحديث فليركع والركوع ليس عبادة وحده فدل هذا على أن المقصود تحية المسجد بركعتين وقالوا هذا أمر والأمر يفيد الوجوب وستدلوا عليه بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب وذهب الجمهور إلى أن تحية المسجد ليست بواجبة واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الواجب علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فدل هذا على عدم وجوب تحية المسجد وقوله هنا فليركع ركعتين ركعتين أتي بهم على سبيل التنكير لإفادة أن هذه الصلاة لم يؤمر بها في مكان بعينه يقصد لذاته وإنما هي تحية لكل مسجد فإن إطلاق الشرع للفظة المسجد الموطن الذي بني على هيئة المسجد وأوقفه أصحابه لا زال الناس يصلون فيه فرائضهم وقوله ركعتين فيه دلالة على أن تحية المسجد تكون كذلك وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن تصلى النوافل في النهار بأربع ركعات وقال طائفة بأنه لا يزاد فيها على ركعتين والثاني أظهر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عنه في حديث صحيح صريح أنه صلىها أربعا بسلام واحد وهنا قال فليركع ركعتين واستفيد من هذا أن ذوات الأسباب من الصلوات تفعل عند وجود أسبابها وفي الحديث بيانه أن النهي عن الجلوس مؤقت ولذا قال ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وذكر الجلوس هنا ليس مقصودا لذاته وإنما المراد به ترك القيام فلو كان متجعا أو لو كان يريد الاطجاع أو كان يريد أي حركة فإنه يؤمر بركعتين المسجد تحية المسجد قال ولا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني الجلوس الدائم الجلوس المستقر ما الجلوس العارض؟ كجلوس الإنسان بين السجدتين فهذا جلوس عارض هكذا أيضا الجلوس العارض الذي يجلسوا للإنسان لحاجة يحتاج للجلوس فيها فلا يدخل حينئذ في هذا اللفظ من الحديث الله إليكم يقول رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللب وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا وزاد فيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنا جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج قوله هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد يصف المسجد النبوي فأل هنا للعهد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن واللبن طين يخلط ببقية القت أو الحشائش فيصلب وبالتالي يتمكنون من بناء بيوتهم به قال وسقفه الجريد أي أن سقف المسجد من جريد النخل وقال وعمده يعني الأعمدة التي في المسجد خشب فهي قد صنعت من جذوع النخل قال فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه لأن ولاية أبي بكر كانت لسنتين وكانت الجيوش عنده عظيمة في السنة الأولى لقتال المرتدين وبالسنة الثانية يقاتل فارس والروم ولذلك لم يكن عنده اعتناهم بهذا الباب لانشغاله بغيره من أبواب الطاعة قال وزاد فيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده أي أعمدته خشبا أي انتقى لها الأعواد الجيدة ثم إن عثمان رضي الله عنه لما علم بدأ يعير في ذلك الفعل قال ثم غيره عثمان ماذا فعل زاد فيه زيادة كثيرة وسع المسجد في عهد عثمان وكانوا قد اعترضوا عليه وقالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواطن وأشار إلى مسكده وقال ومسكدي هذا فظن بعضهم أنه إذا زيد فيه فالزيادة لا تأخذ حكم الأصل والجمهور على خلاف هذا يرون أن المزيد له حكم ما هو زائد عليه فإنه أدخل في حدود وأصبح جزءا منه ومن ثم فإن الصلاة في الزيادة سبب من أسباب تحصيل أجل يماثل من صلى في مقدم المسجد قال وبنى جداره بالحجارة المنقوشة أي لعاتي عليها كتابات والفضة فعاد بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة قال وجعل عموده من حجارة منقوشة أي عماد المسجد وأعمدته وضعت من الحجارة التي كان عليها شيء من الكتابة وجعل سقفه معمورا بالساج ونوع من أنواع الخشب الجيد وقوله وجعل عمده من حجارة منقوشة أي كل بحث في ذلك يأخذ حكمه قال وسقفه بالساج أي أنه وضع سقف المسجد من أخشاب جيدة كان يؤتى بها من الهند ففي هذا الحديث فضيلة المسجد وعظم مكانته وجواز البناء على المسجد القديم متى كانت فيه مصلحة وأن حكم المسجد القديم من أجره ثابت ولو انتقل حكم المسجد الجديد وفي هذا الحديث تزين المساجد وزخرفتها بما يضمن قوتها بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينك ردا حميدا كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين